في الطبيعي أي أسرة قبل العام الدراسي بتفضل طول الوقت كده تفكر يا ترى حزبت وقتي إزاي إحنا في الأجازة كنا قاعدين براحتنا والناس بتنام براحتها وبتقوم براحتها وده بيخلي عندهم حالة كده من ال... مش حاول خمول يعني بس بيبقى قاعدين براحتهم يعني عشان كده يمكن أول أسبوع دراسة بيكون صعب كده على الأطفال وبيبقوا حاسين أن أول سنة بالنسبة لهم بتبقى أول السنة صعبة جداً بالذات بقى الأطفال اللي أول مرة يروحوا مدارس أول سنة دراسية بيبقوا مش عالفين بقى مش بسدقين نفسهم إيه اللي بيحصل فيهم ده صحيح الموضوع بيكون صعب وحتى الأولاد كمان اللي عد عليهم سنين دراسية أول أسبوع في الدراسة والتزامات بقى وهنرجع تاني للمدرسة وتفاصيل كتير قوي فبيبثلوا ضغط على أولياء الأمور إزاي الأسرة تنظم وقتها مع بداية العام الدراسي الجديد إيه أبرز الإجراءات المتبعة في الموضوع ده كل هذه التفاصيل هنعرفها دلوقتي من الدكتورة داليا كمال استشاري العلاقات الأسرية المنورانة صباح الخير عليك صباح الفلن خبارك يا من ورد دانيا تمام ده نوركم يا أهلا بيكي طبعا إحنا خارجين من أجازة وأجازة طويلة فالموضوع بالنسبة لنا أحنا أصلا بيكون صعب جدا طبعا إزاي نحط خطة كده عشان إحنا نمشي عليها قبلهم صح هو إحنا المفوض نبقى مستعدين نفسيا وكذلك بنحاول إن إحنا نساعد الولاد إن هم يستعدهم الفترة اللي قبل الدراسة مهمة جدا إن إحنا نبدأ نعمل بلان إحنا عايزين نعمل إيه في الدراسة طبعا التهيئة النفسية للطفل نفسه ولينا إحنا كمان طبعا إن إحنا كلنا هنخش في نفس الروتين فمبدئيا الأطفال لازم نكون مزبطين الموعيد بتاعتهم موعيد نومهم مبدئيا يعني وده مش بإن أنا قبلها بقدي إيه مثلا قبلها بأسبوع على الأقل أقل حاجة إسبوع إن أنا مش بنايمه بدري لأنه مش هيرضي ينام بدري أبدا لكن بحاول صحي بدري في خلال الإسبوع ده مثلا يعني كل يوم بدري ساعة أو بدري ساعتين لأنه لو مثلا بينام ثلاثة الفجر أو بينام الساعة اثنين بالليل أو أيا كان وأجي أنا أقوله لأ إتعادت خشتنام الساعة عشر بالليل مستحيل مش هتحصل يعني أنا حبقى بأحلم صح إنما أقدر صحي بدري ساعة أو ساعتين كل يوم تدريجيا هتخليه هو لوحده يبدأ يثبت اليوم شوي دي نقطة مهمة تاني حاجة نهاية البيئة والمكان وده مهم جدا إنه هو عنده دلوقتي كل اللعب بحطوطة البلاي ستيشن أي إن كان الحاجة اللي هو بيلعب بيها وبيشغل بيها وقته طول اليوم لأ أنا حبدأ إن أنا أخفف الموضوع شوي وحبدأ أرزم ده حيبقى ساعة الدراسة شكله إيه وبيتفق معاه وبهيقه نفسيا لده يعني مش هيبقى فاكهة طبعا هيبقى تدريجي ولكن أنا لازم كمان أبقى محضرة نفسين لده وأبدأ أزبط البريك تايم بتاعك ساعة الدراسة عايز تعمل في إيه حرقة نواصلة ساعة الأمة مثلا أو الأب هم اللي يحطوا الجدول بتاع الدراسة ولكن أنا قصدي قبل الدراسة بهيقوا نفسيا إنت عايز تلعب بإيه الحاجات اللي عايزني أسيبها لك إيه الحاجات اللي إنشألها للصف الجاي فين المكان المخصوص للكتب والكراسات الجديدة لازم يبقى ليها مكان عشان أهيقوا لده هو اللي عملت قوليه عمالي يخدني كتب وكراسات جديدة العب حتتشال دراسة دخلة جدو حاجات يعني إحنا شخصيا مش مستعدين خالص إحنا مش مستعدين بس لازم تبقى الأم أو الأب المسؤول عن نظام البيت أي إن كان هم مين ساعات يبقى الأب لإنه مثلا بيحب يصحى بعضي أكتر والأم لأ ساعات يبقى الأم هي الصاربة أكتر فبنخليها هي اللي مسكة جدول البيت على حسب مين اللي حيعرف يمشي على الروتين ساعات الأمة ما تبقاش أصلا تقدر تمشي على الروتين فهي مش قادرة تمشي البيت على الروتين دون ماشي على رجليها متسندة أصلا فممكن نخلي الأب هو مثلا شايل حتة بتاعة الموعيد أنا قصدي إن إحنا لازم نبقى مزبطين مع بعض الدنيا هتمشي إزاي لإنه مش حرمي على الست كل حاجة ولا ينفع إن أنا حرمي على الأب كل حاجة يعني مش حينفع لازم نكون متفقين على ده بنخاف نعمل اللي بتقولي يا دكتورة ولا يجي لنا الزعل والنكد والزن بدري يعني الولاد مش دايما بيبقوا متحمسين قوي هم داخلين في بداية الدراسة فلما نبتدي من قبل الدراسة بأسبوع نشيل منهم ألعاب من اللي بتاخد وقت طويل أو نحاول نحطهم في مود السحيان بدري أكتر أو كده بيصحم قريف بيصحوا ماش مبسوطين وبيدوروا كده على مشاكل والاخوات تتخلق مع بعض وبالتبعية يتخلقوا مع الأهالي يعني حاسة أن احنا ممكن نبتدي التوتر بدري ولا ندخل بقى ببركة ربنا نقلل عن نفسنا أسبوع كمانية هو تقليل التوتر له شوية خطوات نظامية يعني مبدئيا لما الأم بتصحى بدري ريئة بتفرق عن لما بنصح بتصحى بدري وريئة يعني أنت سحيتي بدري خدتي الكافي بتاعتك أو خدتي البشروب الصباحي إلا هيخليك يعني إنجود موت شوية وبعدين بدأتي أنا بصحي الولاد فأنا مش بصحيه ولا برضو إيه يعني مش طايق أروحي لا أنا بدأت أفك شوية ده فارق أكيد إن أنا مش مكشرة على أقل الصبح أنا بصحيهم والدنيا لما بيكون عندي الوقت مش بصاربع يعني أنا لو دلوقتي الباس جايسة سبعة أو جايسة ستة ونص أنا صحيت بدري ساعة ما فيش السربال هي يلا 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 لا مش موجودة بيبقى عندي شوية وقت فما بضغطش عليهم لأن ضغط عليهم الصبح ومع عصبية الأم أو ضغطها بيخرج طاقة بحصل بي هي لازم تكون هي هادية وهي منظمة للوقت إن الدنيا ما تبقاش مدربية في أطفال عنادية وفي أطفال بتتلاك تعوي طبعا تتعامل معهم إزاي في الحالات اللي زي ده لازم تبقى وراءهم لازم تبقى وراءهم هتيجي من الساعة لو الباصل ساعة سابعة أو معادل مدرسة ساعة سابعة هتيجي من ساعة ساعة وربعة تقولهم يلا الساعة ساعة دلوقتي ونقول لهم المعاد غير أه ده حل أكيد ده حل ممكن نلجأ له الساعة هيلاق إن الساعة لسا ساعة وربعة فهيكمل إنهم ومشيقوم لا مفيش حاجة اسمها كده إحنا لازم نلغي موضوع لسنوز وإن إحنا ينفع نطفي المنبه ونقوم دي حاجة صعبة جدا إحنا لازم نبقى متفقين مع ما إحنا لازم نتفق إن إحنا حنتكلم إن إحنا حنصحى الساعة كم عايز تاخد وقت قد إيه ده لو هم كبار طبعا استغيرين لأ أنا ببقى شوية متدخلة في حاجة زي دي إني مش هخالي يرجع ينام أو خلص اللي وراك وممكن ترتاح شوية عشر دقيقة بغاية لما تنزل يعني لو أنا هو صحي بدري وعنده عشر دقيقة قبل ما ينزل يقدر إنه هو يعطي يريح شوية أو يمسك الموبايل أو أي أنك طبعا مجود كبير لازم يريح منه هو أين من النوم ده أين من النوم بالعافية أصلا والله يبقوا صحيين تعبنين ومش وغدين كفايتهم من النوم ده لغبطة في الأكل ولا ده لغبطة في عدد ساعات النوم ولا نقص فيتامينز مثلا في جسمهم فمخليهم مش حاسين إنهم قادرين ولا ما فيش عمق في النوم مثلا مش عارف هو حاجات كتير هو مبدئيا لازم يكون نام كويس جدا دي نقطة مهمة عشان هو يروح ينام في المدرسة هو لازم يبقى نام كويس بلاس إن الحالة الصحية عموما للطفل أكيد هي بتأثر في تركيزه في عدد ساعات نومه وفي حاجات كتير جدا الاتنين مرتبطين ببعض عارفة في حالة بتعملها بعض المدارس كده حاجة جميلة قوي وأتمنى طبعا تعملها في كل المدارس إن هم بيخلوا أول أسبوع في الدراسة ده عبارة عن أسبوع لطيف قوي الولاد بحس إن هم خارجين شوية أنشطة على تعارف بين الولاد وبعضهم وبعض والمدرسين بتاعهم هزار حصص ألعاب يعني مفيش الضغط طبعا الجدول بيتحط بتاع الحصص ده مفيش مشكلة منه لكن أول أسبوع ما بيتنفسش بحزافيره زي ما بنقول بنسيبهم أول أسبوع وتبقى كده هم كمان مدرسة شاركة ولي الأمر في إنه إزاي يأهل الأولاد للمدرسة أتمنى بصراحة تعميم الموضوع ده كل المدارسة إنه هيصحى يبقى إزروح أنا مش رايح علشان حاعد ورايا مسئولية أنا رايح ألعب أول أسبوع فحصحى مبسوط عدي بقى أول أسبوع دي فكرة كويسة جدا فكرة كويسة جدا إنه هم يأهلوا الولاد نفسينا الأول أو على القلب مش لازم اليوم كله يبقى فان حدينه نص الساعة الصبح هتقدر فيه حاجة ظريفة بنعملها كلنا مثلا في الملعب بتاع المدرسة فلا دي فكرة كويسة جدا إن المدرسة يكون لها دور الولاد يحبوا المدرسة دي حاجة كويسة عوي طيب في أطفال بيبقى عندهم الروتين سابت يعني الأبطال الرياضيين أو الأهالي اللي بتحاول تصنع أبطال الرياضيين بيبقى عندهم الروتين سابت سواء كان في الصيف سواء كان في الشتاء دول يعيني لا بيشوفوا لصيف ولا بيشوفوا شتاء ولا أجازات ولا حاجة لأن مواعيد التمرين بتبقى قد إيه ملزمة فيه ناس بتبقى شايفة إن ده عبق على الأطفال وفيه ناس بتبقى شايفة إن ده بيحط الأطفال على التراك الصح إنهم يبقوا على طول ملتزمين شايفة نتعامل إزاي مع الطفل اللي متعود على الروتين ومع الطفل اللي بيحاول يتمرد على الروتين هي الموضوع اللي علاقة بطبيعة البني آدم يعني في خلقة ربنا خلقه قادر أنه يمشي في الروتين يبقى في الترس ماشي تمام وفيه ناس ربنا خلقها ما بتقدرش تشتغل في الروتين ما بتقدرش تعمل ده فهنا ده قصة وده قصة يعني اللي هو ماشي في الروتين وتمام إحنا بس بنحب نحط له محفزات يعني هو بيعمل حاجة بيحبها في وسط كل الروتين ده عنده بريك تايم عنده وقت بيعمل حاجة بيحبها عنده وقت بيقدر يشوف صحابه وهي دي بتبقى مشكلة الولاد الرياضيين أو اللي بيبقى عندهم طول الوقت نظام ماشيين فيه لازم يبقى عنده حاجات طرفيهية لازم يبقى عنده جزء لنفسه لازم يبقى عنده جزء بيسوشيلايز مع أصحابه طبعاً التلات حاجات دوله داخلين في نظامه 100% الموضوع صحيح وتمام إنما للأسف إحنا بنيجي أنا يعني بيقعد معي أولاد صغيرين من دول بيقولولي أنا كل اللي أنا نفسي فيه إن أنا بس أمسك التابلت شوية بيبقى عيني نفسه يوقع عشر دقايق يتفرج على ما بتبقاش عشر دقايق أو حاجة والله ما بتبقى عشر دقايق يا دكتور عشر دقايق دول بيجروا ثلاث ساعات بيقى ضيعت وقت التمرين ووقت الأكل ومننزل نجري وشايلين شو العطور ما بتبقاش عشر دقايق وهو مش حاسس إنه زي الأطفال الطبيعيين فهو علشان أنا ما ودهوش إن أنا كون بحسد الطفل الفاضي فخليني أحط له أوقات كل حاجة يعني أنت عندك وقت تخرج أنت عندك وقت نفسك أنت عندك وقت تقدر ترفع فيه عن نفسك لو دخلت الثلاث حاجات دي فيهم وقد دنيا بتبقى أزرف كتير ده بالنسبة للطفل المعتاد على الروتين اللي مش معتاد على الروتين طبعا ده صعب جدا إن ده إن إحنا نحطه في نظام ده بياخد وقت كتير وكبير بس أنا لازم بتديله الجزء بتاع إذا أنت هتعرف تفلفص يعني مش هينفع من أول أسبوع أسحب الموبايل مفيش لعبة مفيش خروج مفيش نادي بس جينه كده ومش هيمشي على الكلام يعني أهم حاجتين في نفس الوقت يعني أنا بدايقه لأنه بيبقى مدايق جدا بلاس إنه مش هيتمع كلامي في الآخر فأنا لازم يعني إذا أردت أطوطها فأمر بالمستطاع وحدة وحدة بعال طفل ده وإن أنا بقى أعمل لك اللي أنت عايزه بس أنت في نفس الوقت لازم تديني اللي أنا عايز يعني الطفل زي ده أنا إزاي بعد ما يرجع من المدرسة أخليه يحل الهومورك أنا عشان أخليه من الدار للنار لما مش هيحصل طب يلا إنت لما هترجع ممكن تعطي تفرج على حاجة بتحبها مثلا لمدة عشرين ديالة لمدة نصف ساعة ساعة على حسب كل واحد ونظام بتوع وبعد كده المفوضة أنت هتاكل أنا بوست ديتك في ري تايم قد إي إلا أنا خلصت أنت عايز تلعب قد إي وبقسم له حتى في الهومورك نفسه ما بين الهومورك والتاني في النص لازم يبقى فيه بريك لازم يكون حاسس شوية بحريته حتى لو كانت حريته دي أنا مش هكمل السنة الدراسية بالموضوع مش هستم يا والله الموضوع لا أستطيع هنعملها إزاي هو الوقت بيبقى دهيق جدا هنرجع لو دينا نصف ساعة وبعدين قعدنا ناكل في نصف ساعة جرت نصف ساعة تانين وبعدين عشان نقوم نعمل هومورك ثم عندنا تمارين هنرجع لازم ناكل تاني عشان نعم تاني وده اللي تكلمنا عنه الطفل بتاعي التمارين مش زي الطفل الفاضي الفاضي انت لازم تكون يمدخله في روتين وبتديله البريكس اللي هو عايزها عشان نتين يتمشي ويرضى يمشي معانك تمام إنما اللي عنده روتين ده احنا بنحاول نقول ندخله شوية رفاهية عشان يبقوا مبسوط شوية وقت إنه هو يقدر يعمل حاجة بنفسه فيها بس إنما الدواء مختلف عنده ما يفعش يتقرنه ببعض طيب هل ممكن يتطلب الأمر إن احنا كأولياء أمور نغير الروتين بتاعنا احنا الشخصي يعني احنا نفسنا نفسنا ما نسهرش طبعا هو لازم كده كده هيتغير معاهم يعني أنا لما في الأول ولا دخل أطفال مثلا قد بتاعتهم وقلوهم يلا تصبحوا على خير والدنيا تمام وناموا أنا سهرهم مسلا مشارة تلفزيون هو للأسف ده مش نافع لإني إن نفس الشخص ده اللي هيصحى الساعة خمسة الفجر يعمل فطار ويصحي ويتكلم ويلا ويبوش فهو لازم نزم ده أنا أصحر أنا هي أمامة تعمل الكلام ده أمامة تدخل تنام بدري معاها عشان هي هتقوم معاها الساعة خمسة تعمل الحاجات دي وهو دي حاجة مفروضة هتكون إحنا بنساعد بعض فيها يا إما أنا حسيب لها الرول ده عشان أنا بعمل حاجة تانية مع الأولاد بالليل يعني فأنا حسيبك أنت تعملي ده سطلح وإنا حعمل حاجة تانية فإحنا بنساعد بعض أنا ما يفعش أن أنا أبقى سايب لها كل المسؤولية حرامة أنا في حاجات لازم حكون أنا أنا كأب دوري إيه أنا مش دوري بس أن أنا بجيب الفلوس وأن أنا بأواخد بالي بينهم أو أن أنا بأأمن لهم مستقبلهم لا فيه دور يومي لازم فيه دور يومي لازم فيه شوية أنا بقعد أتكلم مع الأولاد فيه شوية بس إحنا بنقعد مع بعض هم شايفين بابا أنه مهتم يسمع أن بابا بيعمل آي كونتكت وأنا بحكي له حاجة هو مش بصص في الموبايل فيه آي كونتكت مع بابا أن أنا بكلمه وهو بصص لي وبيرد علي إداني الاهتمام ده كابن أو كبنت سمعني حتى لو بقول أي كلم هم غالباً بيعايزين يحكوا حاجات أي كلم بس هو عايز ده عشان عايز يشوف الاهتمام هو أنا مهم عندك وهو ده المقياس اللي في الآخر بيقول فيه أنا بابا بيحبني أو ما بيحبنيش الولاد بيحبوا أهليهم بس هم طول الوقت عايزين يتأكد هو بيحبني ولا لا وده بيجي بالاهتمام طبعاً طيب وإحنا بنعيد الأطفال علشان تدخل المدرسة بيختلف ده بالفئة العمرية وبيختلف من طبيعة الطفل التاني يعني الطفل ابتداقي غير طفل إعدادي غير طفل سنوي طبعاً غير شاب الجامعة طبعاً وده برضو هو داخل الجامعة بيبقى برضو مش متحمس بيقلب طفل متحمس برضو بيبقى برضو أوه مش عايز يدخل بس يعني خلاص هو عارف عارف اللي فيها طبعاً بيختلف مع اختلف نوعية شخصية الأطفال كمان يعني أكيد المعتمد على مامته 100% عشان هو ليس صغير ومش عارف حاجة وهي بتمشيله حياته غير اللي هو ابتدى يكبر وعايز يبن أنا كبرت فبتدي بوز لمامته حياتها علشان مش عايز يمشي على لمامته وتقول اللي هو خلاص أنا بقى هشيل مسئولية نفسي لو هو فعلاً قد المسئولية دي على فكرة بينسيبه يعني لو قلت ما تصحنيش أنا حصح الصبح أنا خلاص إعدادي غالباً بيبدأ التمرد ده أنا خلاص مش ما تصحنيش أنا حصح الواحدي زبط الألارم أو زبط المنبه بتاعي والله كويس قوي شال من علينا حاجة حلوة يعني الشخصية دي تبقى حاجة كويسة قوي أنه عمل كده أو حد تاني يقولك صحيني عشان صوت المنبه أصلاً مش بسمعه أصلاً مش بيصحيني خلاص أنت مكملة معي فهي فرق ما بين الشخصيات ومراحل العمرية أن الصغير أكيد مش زي اللي بيحاول يثبت نفسه أو مش زي الكبير اللي هو أصلاً أنا مش لازم أصحى خالص هو هيقوم يفطر نفسه أو هيشرب حاجة ويمشي طيب أنا إزاي أحبب الأطفال في أن هم يروحوا المدرسة يعني إحنا دلوقتي آخر جيب من أجازة هذا سؤال والله صعب قوي ما هو لازم أشجعهم يعني لازم أحببهم في الدراسة كتير من الأطفال ويمكن إحنا كمان وإحنا صغيرين كنا بنقول كده إنت بقى المدرسة تخلص بقى طبعاً طبعاً هي في كل الأحوال فترة التزام وفترة روتين إحنا علشان نحبها هي ما لهاش حل غير إن إحنا ما نبقاش ضغط زيادة عليهم يعني ما نبقاش هو طالق جاي طهقان من المدرسة وأنا جاية وراء بقى شي اللي مش عارف إيه إنت عملت إيه عملت إيه النهاردة هو طهقم المدرسة وأنا طهقم الشغل ومتقابل إحنا لإحنا زيحة المعركة نكمل أوامر والله لو خدنا بدنا إحنا أول ما بيجو بنعمل معهم إيه إحنا بنكمل أوامر تخيل إنت في روتين في المدرسة إنت مطار تكون ملتزم وتروح البيت ماما بتعمل نفس الروتين فلا نخفف من عليهم الضغط شوي يعني نبدأ إن إحنا ما نزقهمش قوي كده يعني لو على حاجات بسيطة ممكن نعدي بعضهم نعدي شوي في حاجات أعمله الأكل اللي بيحبه أحاول إن أنا ما ضغطش عليه أكتر من الما بيستحمل أديله شوية وقت أول ما يرجع يبقى فري تايم أعمل اللي أنت عايزه أيا كان بقى لهو هيعمله ده أديله شوية يفك جاي من مؤستسة قريدي صارمة مش حينفع أنا كمان أعمل كده أول ما يجي ممكن أعمل ده بعد 3-4 ساعات أو بعد ساعتين سبته ساعتين هو بيعمل اللي نفسه فيه هيبدأ يبقى معي كويس أو يبدأ إن هو أجي أقوله يلا نعود يلا نعمل يلا نشتغل يبقى أوكي ربنا يهديهم ويعينهم ويعين عليهم يا رب دكتورة داليا كمان استشارية العلاقات لأسرين وارتين وشرفتين شكرا لكم شكرا لكم شكرا لحضرتك شكرا لكم شكرا لكم